السلام عليكم في هذا الفيديو سنقدم لكم مقارنة ما بين الميت 10 برو والآيفون 10 هواوي ضد ابل هاتف هواوي الفلاكشب الميت 10 برو والميت 10 لكن الميت 10 برو الصراحة هو الأجمل ضد الآيفون 10 لذلك دعونا نبدأ وشاركونا برايكو في هذه التليقات إذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك أولا سير الصراحة في فارق كبير جدا الميت 10 برو على سبيل الميت 10 برو على سبيل الميت 10 برو بسعر 2016 نسخة 6 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت نسخة الشريحتين وانه ما في منبذ للذاكرة الخارجية بينما الآيفون 10 سعر على حسب النسخة طبعا 64 أو 256 جيجا بايت لكن 4,260 و 4,999 ريال سعودي الفارق في السعر ما بين الميت 10 برو والآيفون 10 على كل نسخة هي 1500 و 1200 ريال سعودي فارق جدا كبير كلا هما مشتركهم في كذا النقطة انه ما في 3.5 مم لكن الميت 10 برو راح يعطيك 32 بيت أو الهاي ريز للصوتيات فهذا ممكن تفكر فيه انه كل هاتف راح يكون مقاوم للماء فهذا ايضا موجود على كل هاتف محمول وانه كل هاتف ما في ذاكرة للخارجية الميت 10 برو راح يقدم لك الـ IR تقنية الاشياء تحت الحمراء للتحكم بالاجهزة المنزلية والآيفون 10 راح يقدم لك تقنية الشحن السريع مثل ما موجود في الميت 10 برو لكن راح يقدم لك اضافة تقنية الشحن لاسركي بالنحية التصميم موجود التصنيع فانه الميت 10 برو بسماكة 7.9 و 178 جرام على الرغم انه بطارية بسعة 4000 ميلي امبير وانه الشاشة اكبر مما موجود في الآيفون 10 ستة انش بنظام العرض الجديد الذي هو 18.9 توزيع ممتاز صراحة من ناحية الوزن انه موجود في الجاخل فيه خليه مسكة الجوال افضل لكن الآيفون 10 بالمثال يأتي بسماكة 7.7 ميلي متر 174 جرام فالفارق مهب ذاك الكبير جدا ما بين الميت 10 برو والآيفون 10 طبعا البطارية الموجودة في الآيفون 10 هي 2716 ميلي امبير والشاشة 5.8 انش يملك التصميم وجود التصنيع العالية جدا نسبة استحواذ الشاشة هنا نشوفها اعلى بقليل منها موجود في الميت 10 لكن بنفس الوقت اللي نشوف نسبة استحواذ الشاشة فانه كل شاشة ممتازة ومن ناحية الألوان لكن بكل تأكيد راح يكون في فوارق نفس التقنيات المستخدمة اوميليد وانه الـ HDR10 موجودة لكن اللي اشوفها في الميت 10 على سبيل المثال فهو فول اتش دي بلاس وقلل لغلاس جيل الخامس وانه درجات الحرارة الخاصة بالألوان تقدر تتحكم فيها وفيها الاي كومفرت مثل ما هو موجود في الآيفون 10 لكن بمسلمة مختلف طبعا لكن يضيف لك هنا انه تقدر تتحكم بدرجات الحرارة خاصة بالألوان بينما نشوف انه اظهار مستوى الألوان الموجود في الآيفون 10 افضل بقليل موجود في الميت 10 تقدر تسوي هذا الشيء مع الميت 10 برو لما تضبط درجات الحرارة الخاصة بالألوان وانه مستوى الاضاءة بنفس مستوى موجود في الميت 10 برو فالشيء اللي ممكن يعني ما راح يخيب منك لما تصفح الانترنت وغيرها على كل شاشة فراح تنبسط كثير لكن لما تشغل فيديو او محتوى مرئي بشكل عام جدا فنلاحظ ان النوتش او القذلة هذه راح تكون ماخذها جزء بسيط من الفيديو على عكس ما هو موجود في الميت 10 برو اللي طبعا راح يعطيك الحرية كاملة جدا بعض التطبيقات تدعم لك الزوم علشان تستفيد من نظام العرض الجديد بعض التطبيقات لا ما تدعم نظام العرض الجديد الى الان كل هذا المحمول راح يقدم لك سماعتين بنفس المفهوم في الجهة السفلية والجهة الامامية والصوت لاحظت انه اعلى شوي في الايفون 10 وقاتل ما موجود في الميت 10 برو صفاوة الصوت لاحظت انها بنفس يعني المستوى لكن الصوت من ناحية انه عالي نلاحظ في الايفون 10 وقاتل ما موجود في الميت 10 برو ففيما يخص بالاداء فكيرنتس 170 ضد معالج ابل قوي جدا الاي 11 فصراحة مع الاستخدام اليومي مع البرامج الثقيلة والالعاب الثقيلة ما راح تلاحظ فرق كبير جدا صراحة كلهم يقدمهم مستوى ممتاز من ناحية الاداء ولكن الـ الـ او الذكاء الاصطناعي الموجود في نفس المعالج فمش ممكن تستفيد انه راح يراقب الاداء ويحرص انه حتى بعد 8 شهور انه ما يفي تأخير او لاق او بطء وغيرها راح يحرص انه يكون الاداء بنفس المستوى لما تشتري الجوال اول مرة او تستخدمها عفوا اول مرة وايضا الـ او الذكاء الاصطناعي يقدم لك الترجمة فهذا ايضا موجود في الميت 10 برو وانه لما تفتح تطبيق الكاميرا فتلاحظ انه لما توجه على نبات على حيوانة عزكم الله على اكل وغيرها ترقى يفهم وش قاعد انت تبغى تاخذ صورة ويضبط لك الالوان والعدادات الخاصة بالكاميرا عشان تصلى بنتيجة مرضية تماما مستوى الحماية يختلف ما بين كل هاتف محمول الفيس اي دي على الايفون 10 يعمل باغلب الاوقات بالشكل الصحيح سواء في الاضاءة الممتازة او في الاضاءة الضعيفة ولكن في الميت 10 برو في المكان الصحيح للبصمة وايضا انه عمل البصمة كان سريع جدا وممكن تستفيد من بعض الخطارات الخاصة بالبصمة في عمل بعض الحرارات لكن ايضا اقد اقول انها سريع جدا جدا سريع ومجرد ما تلمس يوجهك على الصفحة الرئيسية بشكل مباشر جدا يعني في الايفون 10 سريع لكنها ما هي بنفس سرعة تقنية البصمة اضاف على ذلك انه ما رح يوجهك على الصفحة الرئيسية كل اللي رح يسويه انه يفتح لك القفل وانت عاد تسحب من تحت الفوق فنلاحظ انه العملية اسرع في الميت 10 برو بتقنية الفيس ايديا اما بما يخص بالبطارية فذكرنا لكم ساعة البطارية من ناحية الاستخدام زمن الخاص بتشغيل الشاشة ايضا في الايفون 10 كان اربع ساعات ونص الساعة الى خمس ساعات يعني خمس ساعات بالمرة وصل لخمس ساعات بينما الميت 10 برو لاحظ انه اداء البطارية بامكانك الاعتماد عليه والثقة يعني اعطاء الثقة الكاملة جدا من ناحية البطارية فالزمن الخاص بتشغيل الشاشة راح يعطيك ما بين الخمس ساعات ونص الساعة الى حتى الست ساعات ونص الساعة لا تنسى انه الميت 10 برو راح يعطيك وضعيات الحفاظ على البطارية موجودة ايضا في الايفون 10 لكن وضعيات الموجودة في الميت 10 برو اكثر مما موجود في الايفون 10 مثلا الالترا سيف مود اللي مرة يعني يقفل كل شي بحيث انه لازم انت تستخدم الهات المحمول بحيث انه ما يطفي الا لا في الاستخدامات الاساسية ما ينفع تستخدم في الاستخدامات المكثبة حتى في عملية الشحن في الميت 10 برو في 30 دقيقة اعطاني 58% بينما الايفون 10 طبعا الايفون 10 هنا نلاحظ انه راح يعطيك في 30 دقيقة 50% وعنا نذكر البطارية شوي خلونا ارجع للصندوق الصندوق الخاص بالميت 10 برو راح يقدم لك بكاج متكامل لكن راح تلقى غطاء خلفي لحماية الهاتف المحمول و راح تلقى ايضا الشاحن السريع ما يحتاج تشتري الشاحن السريع ابدا نهائيا لكن في الايفون 10 هذا الشي غير موجود يعني ما راح تلقى لا شاحن ولا غطاء خلفي فتحتاج تدفع قيمة اضافية غير السعر اللي انت دفعتها علشان تاخد شاحن السريع من لايتنينج الى يوس بي تايب سي هذا الشي غير موجود للأسف مو موجود بداخل الصندوق اضف على ذلك انه خدمات ما بعد البيع فهنا الشي اللي نقدر فيه الشركات يعني نحس ان الشركة بالفعل تحترم عملها انه واحد مثلا عندك ضمام مجاني ضد الكسر للشاشة لمدة ست شهور من تاريخ شراء الهاتف لمرة واحدة طبعا اذا انكسرت جيل خلفية فالله اينك تدفع 500 دولار للآيفون 10 مرة غالي وعندك ايضا استدال الجهاز مدثث اشهر من في حال انه صار في عطل مصنعي فهذا برضو محق من حقوقك وانه عندك مثلا مجان الرسم بي الليزر اذا حبيت تكتب اسمك او خدمة التلميع والتعقيم بالاشيعة فوق البنفسجية مرتين للضمان نفسها والاستفادة من خدمة نقاط يعني خدمات الصيانة الخاصة بهواوي المنتشرة حول المملكة تقريبا في 300 موقع فايضا ممكن تستفيد منها فنلاحظ ان خدمات مبادة البيع موجودة في امي 10 برو افضل ما موجود في الايفون 10 اللي بالغالب لو صار في شيء لازم تدفع قيمة اضافية علشان يعطونك جهاز جديد ما رح يصلحونها طيب وصلنا لنقطة مهمة جدا وهي مسألة الكاميرا كل واحد منهم خدها اتجاه مختلف تماما من الصراحة طيب الايفون 10 طبعا عندك كاميرتين نفس ما موجود في ميت 10 برو لكن 12 ميجابيكسل فتحة العدسة 1.8 و 12 ميجابيكسل 2.4 واحدة بالنطاق العادي والاخرى للزوم تقريب بصري مرتين وعندك التقريب الكتروني ايضا موجود وانه راح يتميز عن ميت 10 برو انه راح يطيك 4K 60 ايطار بالثانية وراح يطيك ايضا الوضعيات اضافية للصور الشخصية وانه كل الكاميرتين بمثبت بصري وفلاش ربعي لكن لما نجي للميت 10 برو فنلاحظ انه يستخدم ايضا كاميرتين 12 ميجابيكسل فتحة العدسة 1.6 والكاميرا الاساسية فيها مثبت بصري لكن اخرى لا اللي هي مونو كروم طبعا الاولى RGB والاخرى مونو كروم وفتحة العدسة ايضا نفس الشيء 1.6 عندك ايضا تقريب بصري مرتين وليزر الفوكس طبعا بحيث انه يكون التركيز التلقائي جدا جدا سري وفلاش LED مزوج الجدير بتذكر انه تصوير فيديو هنا 4K لكن 30 اطار بالثالية ويستخدم نفس التنسيق الموجود في الايفون 10 واللي يعطيك جودة عالية مع ذلك انه ملف الفيديو يكون بالحجم الصغير هذا الشيء كويس جدا فعموما تطبيق الكاميرا يعني الموجود في الايفون 10 جدا جدا محدود بسيط من ناحية الاستخدام لكن اذا حبيت مثلا تعدل في موازنة اللون الابيض الايزو وغيرها هذا الشيء غير موجود في التطبيق الاساسي ممكن تطلع من تطبيق الكاميرا تطلع من تطبيق الكاميرا تطلع من تطبيق الكاميرا ومتلغي او طفي تشغل HDR لكن متحكم طبعا في الجودة الخاصة بالفيديو والصورة هذا الشيء موجود في تطبيق الكاميرا مو موجود في نفس تطبيق الكاميرا لكن في المايت 10 برو هنا نلاحظ انه كل شيء بامكانك ادارته وتأديله من نفس تطبيق الكاميرا انبغيت البرو مود البروتريت كلها موجودة متحكم بموازنة اللون الابيض السرعة الغالق حساسية الضوء هذه كلها بامكانك التحكم بها من خلال تطبيق الكاميرا الخاص بالمايت 10 برو وكيف كان متجودة الصور؟ صراحة في الاضاءة العادية في النهار اقدر اقول انه كل هاتف قاعد يقدم لك مستوى ممتاز من ناحية التواصيل من ناحية الالوان الاكسبوجر كان عالي جدا في المايت 10 برو في بعض اللقطات مقارنة بما موجود في الايفون 10 العزل اشوفه في المايت 10 برو افضل لكن بعض الاحيان اشوف في الايفون 10 فنسب وتناسب في مسألة الاضاءة الممتازة لكن في اللو لايت اللاحب بسبب فتحة الاسة واحدة 6 فنسبة استقطاب الضوء هنا نشوفها لصالح المايت 10 برو في الاضاءة الضيفة طبعا ناعي العلم انه الفارق ما بين الايفون 10 والمايت 10 برو بسيط لكن نسب معالجة الالوان ايضا لصالح الايفون 10 مقارنة بالمايت 10 برو ما هو ذاك الفارق الكبير اللي يخلي كاميرتين خاصة بالمايت 10 برو سيئة لا ابدا ابدا لا لكن الاحظ انه فيه فارق لما تنقل الصور الى الحاسب فتلاحظ هذا الشيء بالمثبت البصري فنلاحظ انهم قاعد يقدمان اداء جيد جدا لكن الايفون 10 كان افضل في الثبات مقارنة بما موجود فيه المايت 10 برو فهذا فيما يخص بالكاميرات الخاصة بالمايت 10 برو والايفون 10 نقطة اخيرة جدا قبل ما اختم من هذا الفيديو فيه خصائص اضافية في السوفتوير الخاص بالمايت 10 برو مثلا ناكل تريكس اللي مثلا ممكن تسوي بعض الحركات من خلال نقر مرتين مثلا الاختصورة للشاشة عندك الديسكتوب مود اللي يحتاج بس سلك واحد ما يحتاج اي قاعدة وتستخدم الهاتف محمول كمنطقة للفارة او تشبك الفارة الخارجية من خلال تقنية البلوتوث اذا حبيت وانه الشاشة تكون اشبه ما يكون بسطح المكتب الخاص بالحاسبات مثلا هذا الشيء ممكن تسويه وعندك خط دبي ايضا موجود اول هاتف استخدم خط دبي كان الميت 10 برو واخيرا وليس اخرا انه زي ما تقول انه عندك خاصية ادارة المهام او مثلا اكثر من عرض في نفس الشاشة وخاصة لما تعرضها بالعرض فمثلا تطبيق البريد الالكتروني هنا تلاحظ انه معطيك رسائل بريدية في الجريصار بينما انه كل رسالة يعطيك تفاصيل في الجهة اليمنى فتلاحظ انه بإمكانك تقرأ الكثير بدون ما تطلع وتدخل تطلع وتدخل حوسم فهذا الشيء يعني ممكن تقدره على شاشة بحجم الست انش ايضا عندك عملية سنساخ التطبيق فهذا الشيء ايضا موجود مثلا تحط تطبيقين للواتس تطبيقين للسناب فهذا الشيء ممكن تسويه مع الميت 10 برو هذا الشيء غير موجود في الايفون 10 فوش الافضل ميت 10 برو او الايفون 10 شاركونا برأيكم في خانة التعليقات قلوا لي يعني صراحة اشوف القيمة اللي راح تتفاعل ميت 10 برو وتاخد فيها اشياء جدا كثيرة مقاتمة موجود في الايفون 10 نشوفكم اخير ان شاء الله مع الف سلامة